يتصدر قانون الخدمة الإلزامية أعمال المجلس التشريعي بعد لط كبير وردود فعل واسعة أثارها القانون فالبعض يراه مهما بالنسبة للشباب في سقل شخصيتهم بينما يراه الطرف الآخر خطوة باتجاه عسكرة المجتمع إلى واجهة القوانين البرلمانية قانون الخدمة الإلزامية يتصدر جدول أعمال جلسة الأحد المقبلة فحاجة المؤسسة الأمنية إلى دماء ساندة للقوة العددية في الجيش العراقي هي ضرورية بعد إغلاق أبواب التطوع في صفوف الأجهزة الأمنية منذ تسع سنوات القيادات الأمنية تعاول على إمكاناتها اللوجستية في استقبال الأعداد الضخمة من الشباب بعد تشريع القانون وإكمال إجراءات التنسيق المالي والإداري بشكل كامل كوزار الدفاع نمتلك مؤسسات تدريبية رصينة ونمتلك معسكرات تدريب ونمتلك مدارس قتال ومدارس صنوف ومراكز تدريب التنسيق أكيد سيكون مع وزارات عديدة مضمنها وزارة التخطيط فيما يخص الإحصائيات الدقيقة التي نحتاجها بأعداد الشباب الذين سيؤدون خدمة العالم نحتاج إلى أموال في موضوع التخصيصات المالية فيما يخص الرواتب وممكن بعض البناء التحتية والدعم اللوجيسي التي تحتاجها هذه العملية تعزيز الروح الوطنية وتقوية الشباب وسقلهم والإفادة من المعونة المادية الشهرية التي تقدم لهم في فترة التكليف هذا ما يندرج في خانة التأييد لقانون الخدمة الإلزامية خصوصا أن الفئة الشبابية تشكل الغالبية الكبيرة في المجتمع ومعظمها تعاني البطالة وعدم توافر فرص العمل الجانب المعترض على قانون خدمة العلم يرى أن الفائض المنتسبين في المؤسسات الأمنية ليسوا بحاجة إلى قوة احتياط داعمة أكتره الكبير فإذا أراد يسوون خدمة العلم أو الخدمة الإلزامية المفروض يقللون من هاي الأعداد يطلعوها تقاعد اللي عندها أسباب صحية بس مو يطلع هيتش يعني يطلع تقاعد يستفاد من أعداد ويخلي هاي تشمل كل المواليد وبنفس الوقت لازم يراعون أنه الرواتب مالتهم الجانب المادي جانب الأرزاق جانب أمور كثيرة أول شيء اللي عنهم دروح الوطنية انتماهم للوطن تقوي العلاقة بين المواطن والوطن ثقافة جديدة ثقافة العسكرة ثقافة الانضباط ثقافة الأشخاص الروية كتعايش السلمي ما نجمع أهل المحافظات أهل الأديان أهل القوميات السوية مكان واحد هذا شيء جدد يعني تعايش السلمي بينهم مهمة استيعاب الأعداد الكبيرة المشمولة بقانون الخدمة الإلزامية تحتاج إلى دعم لوجستي مضاعف يتعلق ببناء معسكرات إضافية وغيرها من المتطلبات الرئيسة التي يحتاجها المكلف وكذلك الدعم المالي المكلف لتغطية رواتبهم بعد الانتهاء من عملية إحصاء الأرقام ويعمل البرلمان على تشريع قانون الخدمة الإلزامية لرفض المؤسسة الأمنية بأكبر عدد من الدماء الشابة الساندة وتحقيق التوازن فيها رغم تضارب التأييد والاعتراض على هذا القانون أحمد ليف بغداد الرابعة اشتركوا في القناة